ديمقراطية تونس ماتت لكنها قد تولد من جديد هكذا وصفت مجلة فورين أفيرز الأمريكية الأزمة السياسية التي تتفاقم يوما بعد آخر في تونس المجلة قالت إن النموذج التونسي للتحول الديمقراطي يشرف على الموت وإن المعارضة وقادة المجتمع المدني في تلك الدولة يبدلون جهودا جبارة لإحيائه إلا أنهم بحاجة إلى دعم مستدام من المجتمع الدولي إذا أريد لمساعيهم أن يكتب لها النجاح ووصفت المجلة الديمقراطية في تونس بأنها آخر ما بقي على قيد الحياة من الانتفاضات الشعبية التي اشتحت العالم العربي عام 2011 فيما عرف بثورات الربيع العربي وذهبت المجلة أبعد في وصف تدهور الديمقراطية في تونس قائلة إن سعيد أحكم قبضته على السلطة وفي محاولة منه لإسكات معارضيه تعرض مئات الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين للاعتقالات التعسفية وحضر السفر والانتقادات اللاذعة وتابعت المجلة أن الرئيس سعيد استفاد من ثلاث أزمات متشابكة أولها جائحة فيروس كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف في نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد وإخفاق الحكومة في تقديم المساعدة اللازمة والثانية تمثلت في تضرر الاقتصاد من الوباء ما فاقم البطالة المرتفعة أصلا وألحق دمارا كبيرا بالسياحة ودفع بالعديد من التونسيين إلى دائرة الفقر والثالث هذه الأزمات أن النظام السياسي المتصدع بات مشلولا مع تسارع وطيرة الاستقطابات وأشارت المجلة إلى أن تراجع شعبية سعيد بان جليا في ضعف إقبال الناخبين على الاستفتاء على دستور جديد للبلاد وعزت ذلك في جزء منه إلى أن معظم جماعات المعارضة السياسية والمجتمع المدني أثرت مقاطعة التصويت بدلا من المشاركة فيما اعتبرته عملية غير شرعية لكن العامل الآخر برأيها هو أن الرئيس سعيد لم يعد قادرا على حشد أنصار يا أميس سعيد لم يعد قادرا على حشد أنصار